مشاهدين أظهر استطلاع للرأي نشرته مؤسسة أودوكسا دانتسي للاستشارات مع إذاعة فرانس إنفو تراجع شعبية وزراء في الحكومة الفرنسية المتدنية ويدخل حراك السطرات الصفر سبته الثامن وسط تنديد الحكومة الفرنسية بذلك الحراك ووصف المشاركين فيه بالمحرطين ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مصير الحكومة الفرنسية يبدو أن الأحداث السياسية التي تشهدها فرنسا بدأت تضيق الخناقة على الرئيس الفرنسي وحكومة بلاده بعد تراجع شعبيتهما إلى مستويات متدنية ورغم تراجع التعبئة التي دأب أصحاب السطرات الصفر على تنظيمها في سبت كل أسبوع إلا أن مؤشر تراجع شعبية ماكرون وحكومته تدلل ربما على دخول الحكومة الفرنسية دائرة الخطر وفق نتائج مسح أجرته مؤسسة أودوسكا دانسي للاستشارات مع إذاعة فرانس إنفو تراجعت شعبية وزراء في الحكومة الفرنسية إلى أدنى مستوياتها رئيس الحكومة إدوارد فليب حصل في الاستطلاع على 32% من الأراء الإيجابية مقابل 54% أدلوا بتصريحات سلبية عنه وزير التعليم حصل على 26% من الأراء الإيجابية مقابل 41% أكدوا على أنهم لا يعرفونه بالقدر الكافي لإبداء رأيهم فيه اللفتوا في استطلاع الرأي بأن كثيرا من الفرنسيين يجهلون بعض وزرائهم على سبيل المثال يجهل 51% من الفرنسيين نيكول بيلوبيه التي تتولى حقيبة العدل لم يكن بنجاميل جريبو الناطق باسم الحكومة أو فرحظا من نظيرته بيلوبيه ليؤكد نحو 48% من الفرنسيين المستطلعة آراءهم أنهم لا يعرفونه في حين لم يتمكن نحو 44% من تحديد موقع فرانسوا دوروغي وزير التحول البيئي وكانت صحيفة فرنسية كشفت عن تراجع شعبية ماكرون إلى 23 نقطة خلال شهر ديسمبر الماضي من أصل 25 نقطة ما يزيد الغموض حول مستقبل الحكومة الفرنسية اعتزام مسؤول الشؤون الإعلامية ومهندس الحملة الانتخابية لماكرون سيلفان فور ترك منصبه نهاية شهر يناير الجاري يضاف إلى حجم الصعاب التي تواجه الحكومة إصرار أصحاب السترات الصفر على مواصلة حراكهم الذي دخل سبته الثامن وسط ترجحات بتصاعد وطيرته بعد اعتقال أحد قادة الحراك مؤخرا ووصف الحكومة الفرنسية للسترات الصفر بالمحرضين ترجمة نانسي قنقر